خلينا نعرف من حضرتك ونحن يعني على بشارف أو خلص بالفعل دخلنا في عام هجري جديد والبعض هنا يحلل ويحر الاحتفال بهذا العيد وهو رأس السنة الهجرية هل يجوز لنا أن نحتفل بهذه المناسبة الغالية على الكثير من المسلمين إن لم يكن كل المسلمين والأمة العربية والإسلامية في العالم أجمع وهل بالفعل في ناس اتبعت التقويم الهجري بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام طيب عشان نخدها من الأول كده ناخد بس بداية التقويم الهجري لأن التقويم الهجري ما كانش معمول في عهد حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مش اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقويم الهجري ابتدئ في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني بعد حضرة سيدنا النبي وانتقاله الشريف وبعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاء وجات خلافة سيدنا عمر اللي هي كانت عبارة عن عشر سنين وست شهور واربعة أيام دي مدة خلافة سيدنا عمر بن الخطاء طيب سيدنا عمر مش اخترع أو ابتدع لا ده سن سنة لأن سيدنا النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد طيب عمل سنة في الدين اسمها التقويم الهجري بمعنى عمل تقويم عمل كالندر كده هول المسلمين مخصوص اللي هو الهجري ان احنا هنتبع تقويم هجري طيب يا سيدنا عمر طيب هنبتدي من امتى قال من هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وحضرة سيدنا النبي عنده 53 سنة يعني حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وعاش في مكة بعد البعثة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات إجمالي حياة حضرة سيدنا النبي 63 سنة طيب إمتى سيدنا عمر قالها نعملها بعد هجرة سيدنا النبي طيب ليه بعد الهجرة لأن سيدنا عمر قال إن الهجرة كانت فتحا للإسلام والمسلمين نظرته إن سيدنا النبي رح عمل دولة أنشأ دنيا جديدة صلى الله عليه وسلم أقام دين صلى الله عليه وسلم من هنا ابتدأت الرحمة لكل العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم طيب سيدنا عمر قالها نجمع المسلمين طيب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هجر في محرم عشان هنبتدي السنة الجديدة في محرم ما احنا هو أول يوم النهاردة لا سيدنا النبي ما هجرش في محرم سيدنا النبي هجر في ربيع معقول في ربيع مدة هجرت سيدنا النبي كانت سبعة أيام طيب ليه عملها في محرم سيدنا عمر اجتمع مع صحابة وقال لهم عاوزين نبدأ السنة بعد آخر ركن من أركان الدين اللي هو الحج وهو ربنا قال الحج وأشهرهم معلومات اللي هي شوال ذو القعدة العشر الأول من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة فسيدنا عمر قال عاوزين بعد اجتماع المسلمين لأن كل المسلمين بيجتمعوا على الركن ده كان مقر الخليفة في مدينة حضرة سيدنا النبي وكان بيكون موجود في الحج فالطبيعي كل الناس بتكون موجودين معاه فقال احنا نقعد مع بعض وبعد كده يكون بداية للسنة الجديدة فسيدنا عمر أشعر على المسلمين واتفقوا أن بداية السنة هتكون في شهر الله محرم أهو يبقى ده سيدنا عمر سن سن أهو طيب تقويم قمري فيه فرق بين تقويم شمسي وتقويم قمري الشهور الشمسية اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي كنون ونسان والكلام ده كله اللي هي يناير فبراير مارس أبريل وما إلى ذلك طيب فيه فرق بين الشمسي والقمري الفرق في الحساب شوية في عدد الأيام بتختلف السنة فرق فلكي إلى حد ما آه بتفترق في الأيام بمعنى السنة الهجرية أو السنة القمرية قال من السنة الشمسية بعشرة أيام 11 يوم 12 يوم يعني كل 33 سنة يكون فيه فرق سنة بين السنة القمرية والسنة الشمسية آه فاحنا بناخد من دي بقى عشان الناس اللي عندهم زكاة احنا بنحسب على السنة القمرية وكذلك الزروع والسمار على السنة القمرية طيب اللي بيتكلموا ده اسمه تقويم للمسلمين طيب بمعنى المسلمين ما بياخدوش بالحاجات التانية لا احنا عايشين بيها وبناخد بيها وبنتعامل بيها طيب وده اللي عملوا سيدنا عمر جعلوا خاص للمسلمين طيب هو سيدنا عمر عمل حاجة دي ليه قالوا لأنه شاف أن هجرة سيدنا النبي كانت فتح ونصرة للإسلام والمسلمين لذلك يقول كده هو هجرته كانت فتحا صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر حب يذكرنا بهجرة حضرة سيدنا النبي لأن الهجرة فيها دروس وعبر كتيرة لأمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام وبناء على ذلك الاحتفال حالي بناء على كده الإحتفال مشروع إن احنا نحتفي بمعنى كل سنة وانت طيب ومعنى إن احنا مثلا نتذكر هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده من الدين ده من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقعد إحنا وولدنا كده هو نفتكر هو سيدنا النبي إزاي تعب عشان يوصل لنا الرسالة إزاي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل الناس لما أجي عند الهجرة كده هو قلت لحضرتك النبي بعث على رأس الأربعين عاش 13 سنة في مكة التلاتاشر سنة دول كانوا تعب كانوا معاناة كانوا مش عاوز أقول كان عذاب لحضرة سيدنا النبي لأن سيدنا النبي كان محب برضو سيدنا النبي كان محب حتى للمشركين اللي بعدوه صلى الله عليه وسلم ده حتى في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيأزوه ما كانش بدع عليهم زي ما كتير من الناس لما حد يأزيها ولا يزعلها تعد تدع عليه لا 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 ده سيدنا النبي قال إني لما أبعث لعانا صلى الله عليه وسلم لذلك كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون اشتركوا في القناة